السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم جميعا يا رب الكم بقى الف خير و بصحة وسعادة دايما يا رب العالمين معكم سوما في البيت البسيط و طبعا كلنا بقى ازهقنا من الخضار و مش عارفين نعمل ايه فقلت بما اعمل الطبق الحلو اللي انتو شايفينه ده طبق حلو و جميل و مشبع و كله هيتعمل في حلة واحدة و كمان من غير ما يشرب زيت يعني هنعمله بطريقة حلوة جدا و اقتصادية و يلا بنا نشوف الطريقة و يلا بنا على بركة الله و هنسمي باسم الله و هنصلى على الرسول عليه السلام و معي هنا ثلاث معلق خبار من الطوم المهروس و معي كمان من فلفل الالوان و الفلفل الحامي و معي كم حباية من البتنجان طبعا البتنجان دوت انا غسلة كويس جدا هبدأ ان انا قعين الرأس من فوق وبعين كمان القطع اللي في الدل من تحت و هبدأ ان انا اقطعه شرايح بالشكل ده لو انت مش حبة تقطع الشرايح و تشتغل بالقشرة من برا اشتغل عادي بس احنا بصراح ما بنحبش القشرة قوي فعشان كده انا يعني بحاول ان انا اقلله شوية لكن انت لو هسيبيه بالقشرة عادي جدا و مفاش مشكلة جدا و بقى طعمه حلو و جميل كمان وتبدأي تقطعه من النص كده وتاخد كل شرايح برده بتقطعها من النص عشان احنا هنعملها مقعبات يعني تبقى كلها قد بعض على قد ما تقدري حاول المقعبات كلها تبقى قد بعض اه نقطع كل شرايح كده بالنص و نقطعها كده شرايح نقطعها مقعبات اه البتنجان ده او الوصفة دي جميلة و طبعا كلنا عارفينها بس النهاردة هقول لكم على التكاية اللي هي معلقة النشا انا دلوقتي باخد البتنجان بحط عليه معلقة النشا معلقة النشا دي هتخليها متشربش زيت خالص و احنا بنقلي و بحاول ان انا ادخل النشا كده من يعني اهز كده الطبق الشمال و يميل عشان اضمن ان مقعبات البتنجان كلها جالها نشا هبدأ اجيب كمان حبيتين من البطاطس البطاطس زيت بس حاول الجبازة ما انت ما شايفة كده بالطول يعني متخلهاش مدورة وتبدأ ان انت تعيني القشا و تشتفيها و ناخد كل شرايح من النص و كل شرايحة بردك تقطعها من النص و نعملها مقعبات اهو بس سيطان اتنين بس يعني احنا هنعمل المساقة عادية زي بتاعة الراجل بالزبط بس هنضف لها اضافة واحدة بعد كده انا اخدت البطاطس بتاعتي و شطفتها كويس جدا و نشفتها من الميا و بردك نزلت عليها بمعلقة من المشاع وبعد كده هجيب اتقصر بتاعتي بسوا ما تحاكيه زيت كتير لا يدوبة تحبت زيت بس يدوبة ابدأ احمر فيها بس الحاجة بتاعتي تبقي تقليب لحد ما توصلوا للون الدهدي لا يدوبة تاخد بس اللون الدهدي و هنبدأ ان احنا نطلع بالنسبة للبتنجان وبنسبة للبطاطس تبدأ تنزليها في المسطة اللي تطلعين مفتاصة تنزليه في المسطة و ادي كده انا يعني عمت ضفع من البتنجان نزلت كمان البطاطس شايفين البتنجان مقرمي في المسطة لما كلا وتبدأ بردك تقليبت البطاطس لحد بردك ما تاخد لندة تبقي حلوة قوي بزداد كمان لأولادنا المفترضين لو انت عملتها تبقي حلوة قوي حتى لو عملتها من دلين و ستها لتان يوم لما ترجع من الشغل ستجدها جميلة تبقي الأرمشة تبقي حلوة قوي وتجدها أرمشة بعد كده بردك انا بجيب بردك مناجيل المطبخ وبنزل عليها يعني انا بعد ما بحطها في المسطة اروح منزلها بقى في قلب المناديل المطبخ عشان بردك لو فيها اي شوية زيت يشربهم مناديل المطبخ يبقى انا كده حمرت البتنجان بتاعي وحمرت كمان البطاطس هبدأ ان انا احضر الطماطم بتاعتي اللي انا هشتغل بيها الطماطم دي انا بقى طبعا نغسلها كويس قوي هتبدأ ان انت تعين القلب وتعين البذر اللي من جوه ونبدأ ان اصطحها مكعبات صغيرة اه تعين الراس والديل اه انا هنا بعين الاشرة الخارجية للي ما بيحبش الاشرة لكن اللي انت عايزة تسيب الاشرة وتشتغلي عادي جدا سيب الاشرة انا عملت حباتين كده من غير اشر وبعدين كملت الباقي بالاشرة كله عادي جدا اهو بس اهم حاجة ان احنا ناخد القلب وما ناخدش القلب من جوه ولا البذر عشان انا مش عايزة يبقى فيها مية لان انا مش عايزة ان سقاعة بتاعتي تبقى زيتة كده ومليانة مية لا فعشان كده انا باخد القلب طريقه على فكرة الطريقة دي طريقة المطاعم المطاعم بتعمل الطماطم كده ما بتحطش السلسة معصورة لا بتحط الطماطم كده مقبطاعة مقعبات عشان كده بتطلع طعمة قوي عن اللي احنا بنعملها في البيت وتبدأي تعيني القلب كده وتعيني البزور طبعا القلب ده مش هنرميه احنا هنعصره في الخلاط وبعد كده هنصفيه ونسيبه بقى نعمل بيه طماطم مكارونا نعمل بيه اي حاجة وبعد كده انا هجيب حلة وهنزل ده بقى تب معلقتين كبار ده أهياء والزيت الي أنا قلية فيه البتنجان والبطاطس أهبدا انتت احط معلقتين الكبار وأتي دولة 3 معلقة الثوم المهروز هيفادك اخد بس معلقتين اتنين دلوقت أحمرهم وهسيب معلقة وضعها من الضواج هدي كده اخدت المعلقتين وحاطتهم في الزيتت ولك ما اذا كده طبعا تانين بس مزيدة على معلقتين من الثوم المهروز تبقى تقلبوا لحد ما يأخذ معيه اللون البنية تبقى تقلبها اللون الهدي او بنده لا تجعلها تحمر حتى لا تمررت معيه يجب ان اخذت اللون الهدي منذ معلقتين فضار من الخل الأبيض الخل الأبيض يجبها طعم حلو قوي ورائحها جميلة وبعد ذلك انا معي بصلة وسط افتعطها بس مكعدات في جرفة تبقى تقلبوا لحد ما تجد يجب ان تجدوا البصلة اضافة واجي كمان عدن من الفلفل القلقى ده فلفل اغضر واخمر بس حمين ستعطوهم جميلة مصعدات تغيرة وزيكي ديهم برده طبعا ده وديو بصع من حرقان حلو اليانين للسبق دلوقتي الكفوة دي بقى تحيارا انا عندي ربع كده من اللحنة لو مش عايزين تنزيله باللحمة ما تنزيله وهيطلع الاسلح حلوة جدا وتطلع جميلة جميلة لكن انا عندي ربع كده اللحمة دا قلت ما احطه واطعم الطبق اكتر يعني اخليه اكتر غزاء وبعد كده هديها تشويحة وهسيبه لما ياخد كل لون واحد في الوقت ده انا معي فلفل الوان هبدأ ان انا اعين القلب بتاعه طبعا جميلة وهارطعه مقعبات دلوقتي اللحنة بتاعتي اخدت كل لون واحد هبدأ انزل بالمقعبات بساعة الفلفل الوان فلفل اخدر وصفة واحمر اهو بيبدي تيما غزائية وبيبدي شعم حلو قوي للسبق وتبدأ اتقلبي وبردك ادي الثماطم اللحنة اللحنة مبره بس والثماطم مفروح مية حتى احنا مأخدنا في البذل والقلب اللجوجة وادي معلقة السوم اللحنة 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 هنبدأ ان نزلها في المرحلة ونقلب الريحة الريحة يا جميع وبيجاد طلعه اول نبدأ ننزل بقى معلقة تغيرة من السفر حتى تعادل الثماطم واجي معلقة من الملح معلقة من الملح معلقة من الفنفل الاسماء بس ما تحطيتي اكتر من كده هي مش محتاجة اكتر من كده في التوجه وهنمزل كده بنفس كباية من المياه نتقطروك بردك من المياه حتى احنا انت عايزين تبقى زيطة وفيها مياه خير لا انا يا دوبك بس بنزل بنفس الكباية دي عشان تساعد ان الحاجة بتاعتي مع اللحمة تستويه وابدأ على نار هادية بقى وغطيها واسيبها هتاخد بس غلوتين اتنين بعد كده هعيني الغطة وانزل بمعلقتين من معجون الطماطم او السلسة الطماطم هننزل بمعلقتين كبار كده مليانين وبردك هنقلت تقليبة كده للسلسة اللي احنا حطناها وهنغطيها بقى على نار هادية ونسيبها تسويه عصر دقيق اجي كده بعد مالجاح يعني وابدأ تلعب عصر دقيق كانت تستويه اللحمة وابقت ريسة هبدأ بقى اننا انزل بالملح تاني وازبت ملح تاني ان احنا متى تنسل البتنجان في الاول ملح لأ انا حطيت نيشة بس فدلوقتي البتنجان والبطاطس مكومش ملح فهبدأ بقى اضبت الملح هنا يعني اضبت الخدقية بتاعته عشان لما انزل بالمقونات بتاعتي تبقى الطبق بتاعي ايه مش محتاج ملح لا يبقى ملح مظلوق وتبدأ تنزله بقى بالبطاطس والبتنجان اللي احنا ادناهم تشويح على النار وهنبدأ بردك نقلب كل ده في قلبه بعضه وهغطيها يضبك بردك تاخد غلوتين اتنين بس يعني اضبتين اتنين كده بس تاخد غلوة او غلوتين مش كتير يعني وابدأ اخد بقى صانية عندي اي صانية عندي بايريكس صانية عادية وتبدأ تقلبي البتنجان والحاجة بتاعتك كلها وتساوي كده صانية وتهزيها على درجة 200 بقى في الفرن عنحطها يضبك خمس دقيق بس يضبك تاخد وش هي مستوية وكل حاجة بس يضبك هتاخد وش بس من على الوش وتبدأي بقى انا معي هنا دي كوزبرة ناشفة كوزبرة خضرة الكوزبرة الخضرة دي بتدي طعم حلو قوي للي حابب يحطها وكمان كم شرحة من لمون كده اللي محب يحطر عليها لمون ما شاء الله ما شاء الله بصراحة يعني الله اكبر بقى يعني صانية جميلة جدا وحلوة وتوكل كده وتحس انت كلتي وشبهتي بصراحة وكمان فيها كيمة غزائية من جميع العناصر وكمان ما خدتش مني وقت كتير خالص يعني اي حاجة وقت سريعة اي وجبة سريعة هتعملوها على طول ودي على فكرة المساقع اللي بيعملها المطاعم بس طبعا هم بيحطوش اللحمة المفرومة فانا حطيت اللحمة المفرومة كاقيمة غزائية اكبر فلو انت مش عايزة تحطيها ما تحطها بس نفس طريقة ونفس طعم بتاعت المطاعم بالصبت وزي ما انتو ما شايفين كده حاجة تحفى ما شاء الله يارب يكون فيديو النهاردة عجبكم ما تنسونوش باللايكات والسلام عليكم اشتركوا في القناة